السلام عليكم مباشرة بدون مقدمات الشخير ليس صوت مزعج فقط كما يظن البعض إنما هو عرض وعلامة تشير إلى مشاكل صحية عديدة وأحيانا تكون خطيرة صوت الشخير ينتج عن مرور الهواء عبر المجاري التنفسي العلوية عن تضيقها فينتج اهتزاز في الغشاء المخاطئ وبالتالي يصدر صوت الشخير وهذه المشكلة نجثة عند الأشخاص الذين يتنفسون من الفم ويوجد شخير خفيف وشخير متوسط وشخير عالي الرجال يصابون بالشخير أكثر من النساء طيب ما هي أسباب الشخير ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة به الأسباب عديدة ولمعرفة علاج الشخير وكيفية التخلص منه يجب الاستماع بهدوء للأسباب فكل شخص يختلف سبب الشخير لديه عن الشخص الآخر وعلاج الشخير يكون بعلاج السبب وجذر المشكلة طيب نبدأ بالأسباب هناك أشخاص يعانون من الشخير بسبب تضخم في حجم اللوزتين أو تضخم في حجم اللسان أو رجوع الفك السفلي إلى الخلف هذه الأسباب موجودة وقليلة ومن الأسباب أيضا احتقان أو انسداد الأنف مترافق مع انحراف في وطرة الأنف ومن الأسباب أيضا وجود لحميات في الأنف أو التهاب مزمن في الجيوب أو وجود حساسية في الأنف ومن الأسباب الشائعة للشخير السمنة وزيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن وأيضا السمنة في منطقة الرقبة والبعض لديه تشحم لسان ودهون تحت اللسان ومن الأسباب الوسادة المستخدمة للنوم وأيضا النوم بطريقة الاستلقاء فالنوم على الجانب الأيمن هو الأفضل دائما وطبعا لا مشكلة في النوم على الجانب الأيسر جهة القلب لوقت قصير لكن ليس لساعات طويلة من الأسباب أيضا نقص الزينك وأيضا نقص هرومون الذكورة تستوستيرون ويترافق ذلك عادة مع وجود سمنة وخاصة في منطقة البطن كما أن نقص هرومون الاستروجين عند المرأة بعد سن الأمل يمكن أن يكون سببا للشخير من الأسباب الهامة للشخير أيضا نقص فيتامين بي واحد فهو هام لتغذية عصاب هذه المنطقة الشخص الذي يشكو من شخير وانقطاع نفس أثناء النوم يشعر بالنعاس خلال ساعات اليوم ومن صداع وضعف تركيز ويكون شخيره عاليا ومزعجا للشريك ولأفراد الأسرة ومعظم الأشخاص الذين يعانون من الشخير لا يعلمون بذلك بل وينكرونه طيب ما هي خطورة الشخير وهل هو فعلا يدل على مشكلة خطيرة؟ الشخص الذي يعاني من الشخير يشعر عادة بالتعب والإجهاد والتوتر ويتناول المزيد والمزيد من الطعام نهارا ويصاب بالسمنة وزيادة الوزن ويكون عصبيا ونومه قلق ومتقطع ليلا ويشكو صباحا من جفاف الفم والحلق بسبب تنفسه ليلا من الفم هذا الشخص يمكن أن يكون مصابا بمرض السكري أو ارتفاع الضغط أو دهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم أو مشاكل هرومونية وانخفاض في الرغب الجنسية ويمكن أن يكون هذا الشخير عند شخص مصاب بخلل في كهرباء القلب أو بجلطة دماغية وذبحة صدرية طيب ما هو الحل؟ في كثير من حالات الشخير الخفيف والمتوسط يمكن اتباع هذه النصائح الهامة وبعدها سأتحدث عن خلطات وعلاج طبيعي أولا مفيد جدا غسل الأنف من الداخل بإدخال الماء البارد وتنظيف الأنف أكثر من مرة للتخلص من القشور المتراكمة وترطيب الأنف وتخفيف الاحتقان ثانيا النوم على الجانب الأيمن واعتبار ذلك جزء من العادات الصحية وهذا سيكون مفيدا فعلا من أجل راحة القلب والرئتين وللمساعدة في فتح مجرى التنفس ثالثا مفيد جدا لابتعاد عن السكر وزيوت القلي المكررة وتقليل الخبز والنشويات والفواكه والإكثار من الخضروات والأوراق الخضراء وتناول الماء 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا رابعا مفيد جدا تنزيل الوزن الزائد من خلال اتباع نظام تغذية صحي ونظام حياة صحي بعيدا عن الكحول والتدخين مع ممارسة الرياضة والمشي نصف ساعة يوميا وممارسة تمرين التنفس خمس دقائق صباحا وخمس دقائق مساء شهيق عميق وزفير طويل خامسا كما ذكرت نقص فيتامين بي واحد من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث شخير لذلك يجب تناول الأغذية الغنية بفيتامين بي واحد وأهمها اللحم الأحمر وكبد الخروف والعجل وكبد الدجاج والشوفان والمكسرات سادسا تناول الأغذية الغنية بالزنك وأهمها اللحوم والأسماك والبيض والبذور مثل بذور السمسون وبذور الكتان وبذور القرع الحالات التي تحتاج لعلاج طبي أو جراحة يجب المتابعة مع الطبيب مثل ضخامة اللوزتين أو انحراف الوترة أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن مشكلة قلبية ارتفاع ضغط مشكلة دماغية سكري طيب ما هو العلاج الطبيعي للشخير في الحالات الخفيفة والمتوسطة للشخير وإضافة لكل ما سبق من نصائح يمكن استخدام هذه العلاجات الطبيعية وهي مفيدة جدا ونتائجها هامة أولا زيت حبة البركة مع زيت السمسون مع بعض مفيدين جدا لعلاج الشخير وأيضا الجيوب الأنفية الكمية يتم تحضيرها حسب الرغبة يعني 30 جرام مثلا من كل نوع أو 50 جرام يعني 50 جرام زيت حبة البركة مع 50 جرام زيت السمسون يتم خلطهما مع بعض ووضعهم في قطارة أنفية معقمة تستخدم بعد حوالي أسبوع إلى عشرة أيام تستخدم القطارة بهذه الطريقة ثلاثة نقطة في كل فتحة أنف ويبقى الشخص بوضعية الاستلقاء دقيقة إلى دقيقتين كي يستفيد منها اثنين مفيد جدا تناول زيت السمسم ملعقة طعام كبيرة من زيت السمسم كل يوم صباحا ثلاثة مفيد جدا زيت النعناع الطبيعي يمكن دهن نقطتين من زيت النعناع الطبيعي مرتين في اليوم في هذه المنطقة الخارجية من الأنف أخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة من يرغب بالتواصل معي يمكن التواصل فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى الذهب أحمر فيه واتساب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضر علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر